أزمة السكن والعشوائيات في البلاد أزمة متجذرة ازادت سوءا منذ عام 2003 واسطى عدم وجود قوانين مناسبة تعالج هذه المشكلة نحو أربعة ملايين مواطن عراقي يسكنون في بيوت عشوائية أو ما تعرف ببيوت التجاوز حيث تنخفض فيها متطلبات العيش اللائقة وتتجمع نصف تلك العشوائيات في أطراف بغداد والنصف الآخر فيما تبقى من مدن البلاد أربعة ملايين عراقي مهددون إذن بالتشرد إذا ما تمت إزالة هذه البيوت دون بديل لهم من خلال إطلاق مدن سكنية جديدة ببدل متاح ومناسب لهذه العائلات الفقيرة خصوصا وأن بعض المدن الجديدة التي بنيت اشتراها الأغنياء وأصبحت بابا جديدا للتجارة والربح في بلد أصبح فيه سعر العقار أغلى من أسعار العقارات في عواصم أوروبية بسبب الفساد وسرقة ملايين الدولارات وشراء العقارات بهذه الأموال من باب غسلها معظم المدن العراقية تعاني من ظاهرة المساكن العشوائية والتجاوز على أراضي الدولة بسبب أزمة السكن الخانقة وتزايد عدد السكان قياسا بعدد المجمعات السكنية علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء أحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وزارة التخطيط في العراق أقرت أن البلاد تشهد أزمة السكن منذ عقود نتيجة عدم وجود مشاريع كبيرة تلبي حاجة المواطنين من السكن مضيفة أن ذلك يتزامن مع تزايد عدد السكان بشكل منحوظ سنويا بينما أقر المتحدث باسم الوزارة عبدالزهر الهنداوي بأن العراق يحتاج لنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في البلاد أزمة يؤكد مراقبون أنها كغيرها من الأزمات ستبقى دون أي حل على أرض الواقع ما دام الفساد سمة الحكومات المتعاقبة وميليشياتها الجاثمة على صدور العراقيين ترجمة نانسي قنقر